موسيقى الامارات في المركز الخامس عالميا ضمن الدول الجاذبة للاستثمارات بسبب الاستقرار والتشريعات التجارية المتطورة تقرير نيوورد ويلف المتخصصة في رصد الثروات في العالم اظهر ايضا ان تركيا تعد من بين الدول الطاردة للاستثمارات في العالم الامارات باتت ملاذا للاستثمارات واحد ابرز وجهات الاثرياء في العالم الاستقرار والامن والتشريعات القوية والتسهيلات الضريبية عوامل ساهمت في وضع الامارات على رأس قائمة الدول الاكثر جذبا للاستثمارات فبعد ان كان الجميع يتحدث عن ظاهرة هجرة رؤوس الاموال فقط من دولة الى اخرى نشهد الان هجرة اصحاب رؤوس الاموال انفسهم مع اموالهم الى دول اخرى وفقا لنيو وورلد هيلث المتخصصة في رصد الثروات في العالم حدثت موجة رحيل كبيرة وغير مسبوقة العام الماضي لاثرياء العالم حيث هاجر حوالي 108 الاف مليونير من بلدانهم بزيادة تقدر ب14% عن العام السابق واكثر من ضعف المستوى في عام 2013 ووفقا لشركة الابحاث فان استراليا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا والامارات تعد من الوجهات الرئيسية للاثرياء بينما تعد تركيا والصين وروسيا اكبر الخاسرين الدولة العربية الوحيدة التي دخلت ضمن اكثر الدول جذبا لاصحاب الاستثمارات فهي الامارات التي جاءت في المركز الخامس ضمن اكثر الدول جذبا للاثرياء فهي تتمتع ببيئة استثمارية قوية كما ان التشريعات التجارية والاستقرار الامني ساهما كثيرا في وضع دولة الامارات على خريطة جذب الاستثمارات العالمية من ضمن وجهات الاثرياء كذلك الولايات المتحدة مع الخيارات المفضلة لمدينة نيويورك ولوس انجلوس وميامي ومنطقة خليج سان فرانسيسكو وعلى رأس افضل الوجهات التي يرغب بها الاثرياء تأتي استراليا بسبب عدم وجود ضرائب على الميراث وارتباطاتها التجارية القوية مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية اما بخصوص الدول الطاردة للاستثمارات فجاءت تركيا ضمن البلاد الطاردة للاثرياء فقد خسرت اربعة الاف مليونير العام الماضي وذلك للعام الثالث على التوالي اذ تشهد تركيا حالة من عدم الاستقرار ومشاكل اقتصادية كبيرة تدفع الاثرياء الى الهروب منها معلم دبي استاذ الاقتصاد السياسي ومؤتشار البنك الدولي السابق الدكتور عمر صالح اهلا بك دكتور عمر الى سكاينيوز عربية هذه التقارير الاقتصادية سيد عمر وايضا السياسات التي تتبعها حكومة الامارات الى اي درجة يرسخ بان الامارات بيئة جاذبة للمستثمرين العالميين واولا ابن مكالمة على الجنب الاقتصادي مهم جدا اننا نعرف ان اي دولة فيها استقرار سياسي لازم يكون فيها استقرار الاقتصادي والحقيقة الاستقرار السياسي واستقرار الاشتشعات وثبات البنية التحتية والتنمية اللي بتتم سواء تنمية في البنية التحتية وفي الشبكات او في مجال تطوير القدرات حتى في مستوى الدولة من اهم العوامل اللي بتجذب المستثمر واللي بتجعله يبحث ليس فقط عن ربحية لكن عن quality of life او جودة حياة وده الشيء المتوفر في دولة الامارات رغم حداسة سن هذه الدولة ورغم صغر هذه الدولة نسمعت التقرير بتتكلم على الولايات المتحدة بتتكلم على استراليا دول تقليديا على اوروبا بتتكلم على دول تقليديا جاذبة الاستثمار لكن الدولة الامارات في السنوات الاخيرة بتحقق رغم صغرها GDP او ناتج محلي حوالي 6 من 10 تريليون درهم يعني 450 مليار دولار رقم هي كبير الاول على مستوى منطقة شرط الاوسط في جذب الاستثمارات خمس مراكز عالمية في تقارير الجذب الاستثمارات العالمية 20% من الاستثمارات اللي جاية لمعطية غرب اسيا جاية لدولة الامارات طبعا الارقام والمؤشرات الدولية اللي بتصدرها البنك الدولي او المؤسسات الدولية اللي كان بيقال ان هناك مش عايز اقول ازمة لكن هناك ركود اقتصادي حتى المؤسسات الدولية رجعت مؤشرات النمو في دولة الامارات اللي وصلت النهاردة الى 3.5 من 10 في المية وده رقم طبعا مهم جدا وكبير في ظل طباط الاقتصاد العالمي فالدولة فيها عملية تطوير للبنية التحتية والتشريعات النهاردة القانون الاستثمار الاجنابي المباشر قانون الشركات قانون الافلاس انشاء وحدة الاستثمار الاجنابي المباشر في وزارة الاقتصاد طيب هذا في متعلق بيئات سياسات يعني الامر دكتور عمر لم يتعلق فقط حتى نستفيد من وقت اللقاء معك وباختصار يعني كان الحديث دائما عن ظاهرة هجرة رؤوس الاموال فقط ماذا يعني الان نشهد يعني اصحاب رؤوس الاموال ينتقلون الى الامارات يعني البقاء فيها والاشراف ايضا على استثماراتهم في الامارات او حول العالم حوالي 10 مليار او 12 مليار استثمارات اجنابية مباشرة لكن الحقيقة اللي لازم يقال واللي لازم السادة المشاهدين يعرفوه رغم ان هناك جازب الاستثماراتي لدولة الامارات العربية المعتادة كان هناك في السنة الماضية وقبل الماضية واناك انخفاض في حركة الاستثمارات الدولية اذا الدولة لما ترفع فيها نسبة الاستثمارات الجاذبة في وقت بتنخفض فيها حركة رؤوس الاموال على مستوى العالم ده يعني ان انت من الوجهات المتميزة على مستوى العالم في جاذب الاستثمارات لنا تاني بقول ان المستثمر الاجنابي لا يأتي فقط في الربحية طبعا دراسات الجدوى الاقتصادية او دراسات المالية بتتحط فيها قصص الربحية في الاول والاخير لكن جودة الحياة والإقامة في ظل ظروف ثبات اقتصادي زي ما قلت القوانين التي تخذت مؤخرا زي التمليك بنسبة 100% والسماح للإقامات أو جذب أصحاب المهارات للدولة من خلال التسهيلات في الإقامات كل دي الحقيقة بتعطي مؤشرات أو بتعطي أريحية خلينا أقول للمستثمرين أنهم يجوا في دولة الإمارات بغض النظر أو بالمنافسة من وجهات تقليلية في دقيقة دكتور عمرو هنا يفتح للسؤال كيف يمكن لدولة أن تكون جاذبة الاستثمارات وانتقال أصحاب رؤوس الأموال وليس فقط رؤوس الأموال إلى الإمارات والمنطقة ككل في الشرق أوسط هي منطقة مضطربة هنا تحدي كبير في أقل من دقيقة كيف يمكن تفسير الأمر أول حقيقة نخلينا استعمل تعريف تاني إحنا عندنا هنا توطين لروس الأموال وإقامة لروس الأموال وليس ثقافة هيتاندرون الناس بتيجي هنا أو الأفراد بيجي هنا عشان يسكنوا ويقيموا ويستمتعوا بجودة حياة في الوقت زي ما أنت قلتوا أن بعض المؤسسات الدولية زي فتش والساندرانبور على سبيل المثال خفضت التصنيف الاقتماني لبعض الدول زي تركيا وزي قطر في المنطقة ورفعت تصنيف الاقتماني ورفعت توقعات النمو في دولة الإمارات اللي حجم الاحتياطي الأجنبي وده نرقب مهم حجم الاحتياطي الأجنبي فيها وصل إلى 110 مليار دولار ده نتيجة تدفق الاسمارات الأجنبية فالمستثمر الأجنبي لا ينظر فقط إلى الربحية وده نقطة مهمة جدا استقرار السياسي اللي موجود جودة الحياة اللي موجودة بالإضافة إلى القوانين حتى الضرائب اللي تنبيقتك بنا أنا سمعت أن تتكلموا على تسهيلات درابية لا نختلف مع أنيزين نقطة في الريبورت هي مش في تسهيلات درابية هي في أكثر من إعفاءات درابية شكرا لك دكتور عمرو صالح شكرا لك استاذ الاقتصاد السياسي كنت معنا من دبي شكرا